فوز مهم للمنتخب الوطني على منتخب بوركينة فاسو بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026 الفوز ده منتخب مصري بيتصدر مجموعته وده قبل السفر لمواجهة منتخب غينيا بيساو يوم الاثنين اللي جاي خلينا نعرف تفاصيل مباراة إمبارح والتحليل الفني ليها وخطط اللعب اللي كابتن حسام حسن كان عملها أو كان معتمدها لإمبارح كمان هنعرف آخر تفاصيل وكواليس لاستعداد لمباراة الجاية من ضفنا في الستوديو محمد عفيفي النقد والمعلق الرياضي بنسعد بوجودك يا محمد أهلا وسهلا بك صباح الخير مننا هانم صباح الخير دكتور محمد وصباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر عينما كانوا مبروك لمصر مبروك جدا إحنا مبارح في صباح الخير توقعنا أن كابتن حسام مش حيمشي على الطريقة اللي بنلعب بيها بقلنا سنين وسنين بس مبارح فاجئنا إحنا يمكن مرعبناش كده من أيام كابتن حسن شحات المنتخب مرعبش بالطريقة دي فكرة التلاتة قلوب دفاع مش أنه نلعب بطريقة كلاسكية أربعة تلاتة تلاتة أربعة اتنين تلاتة واحد ومشتقطها كطريقة لعب تغيير سيستم الدفاع مش هقول أنه نجحنا فيه بشكل كبير ولكن الخطفة اللي خطفناها للمنتخب بوركينا فأسو في بداية أول سبعة دائم من عمر المباراة مش هقول رياحتنا هي تعبتنا بس هي مشت كويس أنه النتيجة كانت متأمنة الهدف بهدف تاني لأنه المباراة لو طالت كان ممكن نعاني كثيرا وممكن كان نفقد نقطتين ثمينتين في مشوار تأهل مصر بإذن الله وتتصدرنا لمجموعاتنا لأنه زي ما احنا عارفين تسع مجموعات المتصدر مباشرة لنهاية كأس العالم وأفضل أربع تواني من المجموعات التسعة بيروحوا يلعبوا بلاي اوف علشان كمان يروحوا على نصف مقعد مع القرى الأسوية فقصة معقدة فنلعب على الصدارة وده اللي يهمنا ما قدناش المستوى المطلوب المرغوب فيه فنيا عشان نبقى وقعين منتخب مصر ليس هو بالمنتخب القوي بل هو واجه ثلاث منتخبات في التصفيات الموهلة لنهاية كأس العالم في فجندا لولادة المتحدة للمكسيك هي أسوأ المنتخبات أو أسوأ وضعية بالنسبة لهم فنيا فإحنا مش أقوية بقدر ما ضعف ضعف الخصد بالتأكيد حارك قلت الأهداف المبكرة كانت مريحة بالنسبة لنا مبارح في الماتش بشكل عام كده لما نيجي نحلل فنيا المباراة نقاط القوة ونقاط الضعف شفتها إزاي مبارح في المنتخب نقاط القوة لا غنى عن الحديث عن محمود حسن تريزيجي ألب فجأة رونالد مرة واحدة مرح تريزيجي مبارح حاجة يعني كانت خطيرة بصراحة استثنائي واستغل الفرصة فعلا ألا برونالد أو أودانا نكهة كده من اللعبين التقال اللي بعرفوا يخلصوا اللي بيستغل مهارة الفردية ده ما نقول حتى في التعليق قيمة المهارة الفردية لما تخدم على الأداء الجماعي ونتيجة بإجابية تريزيجي لها كان فعلا قدر المسئولية فيه أنه يكون بيحصل على القرى بيروغ بشكل جيد وإنهاء الهجمة بجراءة وكيفية الإنهاء وكان رائع جدا محمود حسن تريزيجي وحسن من الحسنات اللي كانت موجودة وما كنتش أتمنى أنه يرهق لنهاية المباراة كان لازم يسحب في الشوت التاني ويتم عملية إحلاله حتى توظيف زيزو وتغيير طريقة اللعب خلال المباراة طالما طمنت للنتيجة ممكن تلعب في سيستم الأداء الدفاعي حتى أوسط الملعب لأنه في وقت من الأوقات وسط الملعب كان مفقود تماما لأنه في بعض اللعبين حسناك كمان في أوقات كثيرة من المطش ما كانتش موجود خالص شرط تاني كامل أو مش هقولش يعني النص الشرط التاني من الشرط الأول والشرط التاني تماما مصر كانت فقدة أو منتخبنا الوطن كانت فقد نصف الملعب وده كان واضح جدا وعلى وضعية جهاز فاني جديد دي أول مباراة رسمية بالنسبة للمدير الفاني لمتخب بروك نفسه زي العميد حسام حسن إنه معسكر مارس كان مباراة ودية فطبعا ما كانتش زي رسمية ولكن في الأخير العميد قدر إن هو يصل لتشكيلة مش الروح بس هي اللي بتدير المباراة لأنه في وقت من الأوقات حتى الروح ما كانتش نفعة في التحكم في المستوى الفاني بالنسبة ليه اللعبين على الأرض الملعب أنا دائما كنت بقول إن الجهاز الفاني المتخب مصر لازم يكون أعلى من اللعبين فكريا لازم يكون استوى فنيا حتى لو محلي ما ينفعش حد يجي يرضي به ناس أو نرضي به ناس لكن في كل الأحوال إحنا وراه من نعمه ومعاه أكيد بإذن الله معاه للوصول ليه نحن على فكرة ممكن نلعب بتصفيات أو مش تصفيات نهائيات كأس الأمم الأفريقية في يناير اللي جاي لأنه ما فيش إرجاءات في المملكة المغربية يعني ما فيش تحديث لموعد أو إرجاء لكأس الأمم الأفريقية اللي هتكون في عام 2025 فهل هذا المستوى الفاني يقدم من منتخب مصر يقدر أنه ينفس على الألقاب اللي جاي مع منتخب غينيا بساو يوم الاثنين اللي جاي مباراة صعبة ما تنتش بينا بس بالراحة واحدة واحدة إحنا الغاية دلوقتي خلينا فرحانين نعمل حسابنا في كل الأخباطة اللي إحنا تعرضنا لها واللي حنشوفه بس نبقى فرحانين إحنا متصدرين مجموعة معنا علامة كاملة معنا تسع نقاط أخدنا من الماتش اللي إحنا عايزينه وطلعنا فايزين وزي الفل يعني فيه حاجات كتير الشوت التاني ما كانش معنا خالص يعني إحنا كنا مسكين كورة ولا كنا عارفين لكن خلينا نقول أن على الأقل نص الشوت الأول المنتخب كان عمل كل حاجة ترضينا استحواز على الكورة تمريرات جنين مش جن واحد في سبعة دقايق حاجة ما كانش فيه بعد كده فين المشكلة إيه اللي حصل خلى نص الشوت الأول يختلف عن نص الشوت التاني إيه اللي خلى الموضوع باز أحنا كنا عشين كويس أول أولا سايكولوجيا للعبين برضو مع ما كان فيه روح من حسام حسن على الخط إلا أنه كتير من اللعبين اللي هما حسوا بالراحة فكرة مش التعالي على الكورة بس إنه ضمنت التفاوض يبت جنين في الأول بالضبط ومتخب ركينا فاسه ما أبداش أي طموح في أنه يعود في النتيجة إلا مع الشوت التاني فكان فيه هرجلة تكتكية بالنسبة للمتخب ركينا فاسه ودي قدتنا أحاق إنه خلاص المتخب ده فاكك على أرض الملعب عكس ما أبدأ الشوت التاني وبدأ إيلاقي الجراءة مع تراجعنا بشكل أوضع لغاية ما مديره الفني أره وعايز يعمل إيه صحيح وضعف نص ملعب مدخبنا الوطني لأنه في بعض اللعبين غير موظفين بالشكل الأمثل بالنسبة لهم يعني كان فيه فجوة مروان ودوره الأساسي كعنصر ارتكاز لكن زيزه في بعض الأحيان ما كانش بيرجع يا ده أدور الدفاعي بشكل كبير حتى ترسجيه في بعض الأحيان أرهق أنهك لأنه كان بيرجع على طول الخط بشكل كبير صلاح ومصطفى محمد كمان في الهجوم ثلاث مباراة وراء بعض خمس أجوان عمل اللي عليه الراجل ولا ما جسر رائع أكيد بس الأبار دفاعية مهمة حافظ على التهديف كمان ثلاث مباراة وراء بعض مع المنتخب يعني بخمس أجوان شكرا مية في المية وكنا نتمنى كمان صلاح يسجل صلاح ومصطفى محمد برضو الصنائي ده في الهجوم شفته إزاي ما شفتش أن أتخدم على مصطفى محمد بالشكل المطلوب المرغوب فيه لأن مصطفى موجود ففين شغل الأطراف علشان يشتغل بالعرضيات الاختراك من العمق محمد صلاح كتير من الحين كان منزل في العمق اللي هو ما بيلاقيش راحته فيه فكان ممكن يتوظف بطريقة أو بأخرى بأنه ييجي من ناحية المين كجناح على عدلته وزي ما نشوفه مع ليفربول يقدر أو نقدر نخرج منه النسخة الأفضل زي ما قال حسام حسن أنه سأخرج أفضل نسخة من محمد صلاح محمد صلاح كان مش كل الكرات بيتعامل معها بشكل فيه جدالة لأنه طبعا بيخاف على رجله ودلوقتي حتى فترة انتقالات وأكيد مش كل الكرات اللي لازم يتعامل معها بالشكل ممكن تبقى مفقودة لكرة فيتصاب بلا داعي لكن هو قائد وقائد مهم وبيجمع لعبين حواليه كفريق غريم من حيث فتح مساحات أخرى للتحركات بالنسبة للعابة نص الملعب لكن زحمة نص الملعب مع توظيف اللعبين كتير أوي الزحمة دي ما كانتش فايدة لمصر بقادرة إنها كانت عاملة فجوة وكان ممكن تدوير طريقة لعبة أورجانا ورا كده شكل الدفاع مبرح شايف الدفاع ازاي حمد فتحي مع عبد المرعم وربيعة شايف الشكل أو الخط الدفاعي طول عمر يعني وقت المباراة عمل إزاي من بداية الشرط الأول غاية الشرط الأول لما ما كانش فيه ضغط في الشرط الأول كانت الأمور مريحة بالنسبة للشناوي كحارس مرمى بالنسبة للمنتخاب من الوطن أنا برضو كنت أتمنى أن الشبير الحقيقة ياخد فرصة كحارس مرمى لأنه رجليه في الملعب أكتر ومبرازة دي كان ممكن تقتل الشناوي فنيا مش ترجعه مرة تانية بعد غياب من أمم أفريقيا لما أصيب في الكتف فكان لازم ياخد مباراة حتى معناد الأهلي شوية علشان يقدر هي ثقة من العميد فيه ولكن الراجل أدى في بعض الاختبارات كتيرة وإن كان ننحي لحظة الهدف جانبا لأنه اللقطة كان ممكن يتعامل معها الشناوي بشكل أفضل من كده في لقطة الهدف هو خطأ مركب فيما بين الدفاع وإحراس المرمى لكن الدفاع بشكل عام في وجود حمدي فتحي لعب الدور ده معناد الأهلي كتير موجود فيما بين سنائي عبد المنع ورامي ربيعة كان فيها خطورة أو مخاطرة شوية لكن حمدي فتحي تقيل وعنده خبرات فقدر أنه يتعامل معها بشكل كبير جدا لكن شغل الطرفين محمد هاني وزيزو لما كان بيرجع قد أدواره مع تريزي جيم مع العابي الأطراف المفروض كانوا يكونوا موجودين ما كانت شغلهم عالي قوي طول المبرأة ولذلك كان فيه بعض الفجوات اللي كانت واضحة في الدفاعات بعدم المساندة اللي بتأتي من نوصل الملعب إحنا كنا متوقعين أننا نمسك كرة لكن إحنا لقينا الكرة بترجع لغاية ما كنا بنوصل لورى لمحمد عبد المنع عمراوي ربيعة وإلا أننا مفروض في الوقت ده كنا نبقى مسكين كرة ونتحرك أكيد لكن فكرة أنه أنا بحاول كرة من رجل لرجل لاستهلاك الوقت لأن أنا متفوق اتنين في أول عشر دائق من عمر المغرأة هو الفرقة الكبيرة لازم تدوس ما ترحمش يعني الثاني الثالث الرابع الخمس لأنه لازم يبقى شكل قوي في تصفيات المؤهلة لأنها كأس العالم لكن عدت لأنه منتخبنا قدر نستغل الفرصة في بداية المباراة وكان عنده الخبرة في التعامل مع الحفاظ على التفوق حتى وإن أحرز في مرماك هدف أو تم أحرز هدف في مرماك وقدرت أن أنت تتعافى من الهدف بشكل سيء ما اتخذتش ما تخطفتش زي ما تخطف مدخب رجينة في بداية المباراة لكن بشكل عام أنت ما واجهتش مدخب يخوف بالضبط وزي ما حقا قلت كمان قوة الخصم الخصم مش قوي للدرجة اللي هو ممكن يعني بس في لحظة الكورة طبعا ما فيهاش كلام يعني في لحظة ممكن كان الشوط التاني يحصل تعادل أو غيره عايزي أسأل حضرتك على دماغ أو عقل حسام حسن لأنه فيه كلام كتير قوي بساعة الماتش وبعد الماتش هو كابتن حسام حسن بيلعب بأي خط بأي تكنيك بيلعبه في الماتش ده فشايف التكنيك الفني أو الخطة اللي لقى بها العميد حسام حسن إزاي مبارا هو الطريقة هو مرن تكتكين هو مش جامد يعني هو مرن تكتكين ومعندوش سيستم بس زي كيروش مثلا أنه أنا هلعب بنفس الطريقة دي أنا لازم أوزل لعبين عبد المنعم ونزله في أخر ربع ساعة كمان عمر كمال عبد الواحد لما نزل أخر ربع ساعة برضو الدنيا أعمل التوازن شوية وعجبني أنه إنهاء خلاف بشكل أو بأخر لأنه كان موجود فيه خلاف عشان نبقى وقعين فيما بين العميد وعمر كمال عبد الواحد فإنه يستدعي بعد إصابة فتوح وإنه كمان يشارك في هذين مبرأة كواس جدا فيه بعض التغييرات ما عجبتنيش أنا كنت أتمنى أشوف مصطف فتحة على سبيل المثال على الأرض الملعب لازم كان يريح لعيبة ويبدي لعيبة جعانة كورة عايزة تثبت نفسها مع متخب مصر في الفترة دي ليه ما يريحش يطلع محمد صلاح إيه المشكلة آه هو الكانج والملك وكل حاجة بس كان ممكن ياخد مصطف فتح دوره على الأرض الملعب بعض اللعبين اللي شاركوا في اختام المباراة أفتكر أنه ومش تكريم أن هم يشاركوا لمرة أولى بس أن هو شارك أحمد أمين أفا على سبيل المثال أول مرة لقاء دولي فدي أعتقد برضو كانت حاجة ظريفة وده محطة هجومية بس ما ينزلش ونتيجة متعلقة يعني لو لقدر الله دخل في منتخبنا الواطني هدف تعادل الراجل ده كان ممكن يعني يتعقد من أنه يشارك مع منتخب مصر فإنه وإنت عايز تأدي بأدوار دفاعية أكتر كان ممكن توظف بعض اللعبين بشكل مختلف في نصف الملعب مع تغييرات اللي كمان كانت توقيتاتها مش هي نفس التوقيتات المزبوطة اللي تظبط الإقاع أو ترد ردة فعل مميزة مع تغييرات اللعبين والتكتيك على أرض الملعب علشان توقف منتخب ركينا فاسه لبدأ أنه يمسك التيمبو والريتم والإقاع إمام عشور شفته إزاي بإرحام لأنه كان باين كده حتى هو طلع من ملعب زعلان شوية هل اتظلم أداءه ما كانش أدى كده هو وزيزو إمام وزيزو الإثنين مميزة إمام بس لأنه كان عنده إصابة في العضلة الأمامية وكان بيعاني ما قبل حتى خروجه وما كانش بيقدي بشكل كبير إنه كمان ضغط المباريات شوف أهلي زمالك من اللعبين اللي كانوا موجودين على أرض الملعب كمية مجهود مبزول جبار خلال المؤسس مع ضغط المباريات إفريقيا كان أو محلين ولسه جايين كمان مع بعض التوقف إنه هيشاركوا مع أنديتهم في المباريات المورجأة علشان ينفسوا على لقب الدوري سواء الأهلي أو زمالك أو حتى لعب برامز اللي ما شاركش منهم في المباراة يعني بس فكرة إنه اللعبية دي مرهقة ففيه جهد كبير مبزول فطبيعا إنه لو ما قداش المستوى الكبير غير كمان إنه اللعبية أصلا اللي جاي حتى المحترفين إنهاء موسم فطبيعا إنه في حالة من الإرهاق وده كان واضح جدا فيه زي منقولها في عالم رياضة كرشة النفس اللي جات لهم في الشوت الثاني فكان دور حسام حسن إنه مبقاش الآن بقدر ما يبقى عنده كراءة وهدوء على أرض الملعب مع التغييرات اللي كانت تزبط الإقاع ما تلعبش في رتما أنا ما أشوف إنه طريق تلاتة خمسة تنين أو تلاتة أربعة تلاتة ومشتاقاتة اللي بيلعب بيها تلاتة قلوب دفاع مش هالأنسة بالنسبة للمدخم أسر يعني طريق الأربعة في القلب ولو عايز نلعب قدامهم ستوبر متقدم شوية في قلب نص ملب زي حمد فتحة بس بقى فيه أربعة هتأمن أكتر دفاعين ودي ممكن نلعب بها قدام غينيا بساو في بساو بإذن الله يوم الاتنين اللي جاي يوم الاتنين اللي جاي في الجولة الرابعة من تصفية كأس العالم وبعد الجولة دي في المصوح نحن نعود لمارس السنة اللي جاي سنة قدامنا ولا سنة ونص على ما ناخد بس إحنا قدامنا عشر مباراة لعبنا أو كان المفروض قدامنا عشر مباراة لعبنا تلاتة يوم الاتنين نعدي إن شاء الله ويبقى أربعة ويقدر نستعد ويبني اللي هو عايز يعمله مطلوب منه يعمل إيه علشان لما نتقابل تاني بعد سنة وشوية ما بنقولش إن كان فايت علينا كذا وفايت علينا كذا إن شاء الله هي تصفية كاسعالين طبعا ما بينها أقولنا ممكن يبقى فيه أمم أفريقيا فيه تصفيات أخرى فيه مشاركات أخرى بالنسبة للمنتخب مصر الأول فأكيد لازم يصلح من الأوضاع لازم يكتشف مجموعة أكبر من اللعبين في كتير من اللعبين اللي موجودين حتى مع منتخبنا الأولمبي ممكن يكون ليهم دور مع المتخب الأول روجيرو ميكالي أنا بتعاون مع المتخب مصر الأول فما فيش مشكلة لو تم الاستعانة وكان في استعانة كمان ببعض اللعبين اللي موجودين مع منتخبنا الأولمبي في السادة طبعا 24 يوليو اللي جاي أولى مباراة وفي دور المجموعات في نهاية كورتقانا في الألعاب الأولمبيية إن شاء الله لهم كل التوفيق يا رب لكن كتصفيات كاسعالم إحنا عشر مباراة لعبنا فقط تلاتة نفس طويل تحدي كبير أكيد منتخبنا الوطن هي لعب على إصلاح نقاط الضعف اللي موجودة واللي هي كتيرة بأمانة وعلى العميد نفسه إنه يستغل الفترات الطويلة في إنه يشتغل على نفسه قبل بيشتغل على اللعبين كمان الموجودين والطريقة الأنسب اللي بيها يلعب مع إمكانيات اللعبين الموجودين إمكانيات عالية جدا بس التوظيف لازم يكون بشكل أفضل لإنه عندنا نسخة أفضل من منتخب مصر بس محتاجة التوظيف الأمثل للعبين علشان نقدر نتسايد الكارة زي ما متسايدينها أندية كمان المنتخبات بإذن الله الناقد والمعلق رياضي محمد عفيف نورتنا وشرفتنا دائما كده بلاستمتع بتحليلاتك شكرا كده أنا باستمتع بوجودي معاكم طبعا نورتنا أهلا وسهلا بك